كلما تفاقمت العلالة ومهما تكالبت الظروف على العراق تتجه البلد إلى بوصلتها حيث نجفها فالمرجعية الدينية التي يحتفي العراقيون بذكرى فتوى الجهاد الكفائي الراصخة في الذاكرة العراقية كانت ولازالت صمام الأمان الذي يراقب عن كتب ويحذر من مخاطر وقضايا كان لها الدور الواضح في الدفاع بها عن العراق وشعبه واليوم إذ يفخر العراقيون بنصرهم على قوى الظلام والإرهاب والذين حاولوا تشويه صورة الدين السمحة فإنهم يسطرون في التاريخ العراقي الحديث أهمية المرجعية الدينية لما لها من تأثير واضح في حماية العراقيين من شر الإرهاب أو تقديم لغة العقل والمنطق وبما يتوافق مع مصلحة العباد والبلاد كلمة ممثل المرجعية العليا أحمد الصافي بمناسبة ذكرى الجهاد الكفائي تصب أيضا في ذكر أهمية العراق البلد القوي المؤثر في المنطقة سيما أن تركيز على أهمية العراق وما له من أثر لو كان قد سقط بأيدي عصابات داعش الإرهابية لسالة أكثر أهمية للعراق والعراقيين والتي تعكس اعتزاز المرجع الديني الأعلى السيد علي السستاني بتضحيات شهداء العراق والجرحة مؤكدا أن الأمة التي تفقد إرادتها لا تستطيع الدفاع عن نفسها رسائل تصب في مصلحة البلد الذي يعاني أزمات سياسية واقتصادية وامنية لكن المرجعية لم ولن تترك العراق دون أن تراقب المشهد وتحذر من أي خطر قد يمس البلاد معززة روح الإرادة التي تعتبر عمود العراق الفقري في الدفاع عن مقدراتها ووأد الفتنة وحماية شعبها في صناعة الأمن والأمان الذي يخدم العراق والمنطقة ترجمة نانسي قنقر